موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة وهذه أبرز العناوين أخبار الخليج البحرينية قنابل تستخدم ضد الحيوانات المفترسة تلقى على متظاهري سليمانية العربي الجديد رواية العبادي بشأن اغتيال سليماني والمهندس تثير جدلا في العراق وفي تقرير للرؤية العمانية حصاد 2020 عام كورونا وخسارة ترامب في زاوية مقالات يتساءل أسامة عثمان في العربي الجديد الانسحابات الأمريكية نجاح أم فشل ويتساءل زهير الحارثي في الشرق الأوسط حرب باردة جديدة أم تحالفات وقتية فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل موسيقى قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن قنابل تستخدم ضد الحيوانات المفترسة تلقى على متظاهري سليمانية ويصف السياسي الكردي باستنفائق التظاهرات بأنها أشرس أوسع تظاهرات عرفتها كردستان بسبب البطالة وتساع رقعة الفقر محذرا من استخدام أجهزة الأمن العنف المفرط ضد النشطاء وفي ذات السياق نقلت صحيفة المراقب العراقي عن النائب الكردي سرغوت شامس الدين قوله أن سلطة الإقليم تمارس سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات والقتل بين صفوف المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروع نقلت صحيفة المدى العراقي عن الجنرال الأمريكي فرانك ميكنزي قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية قوله أن حلفاء في التحالف الدولي سيغطون تقليص القوات الأمريكية في العراق والمخطط لها أن تكتمل أواصط شهر كانون الثاني المقبل أكدت صحيفة العربي الجديد أن رواية العبادي بشأن اغتيال سليماني والمهندس تثير جدلا في العراق وقال حيدا العبادي أن بغداد كانت موافقة على تنفيذ طائرات أمريكية قصفا قرب مطار بغداد الدولي والذي أسفر عن مقتل سليماني والمهندس تساءلت صحيفة القبس الكويتية بوادر انقسام في الحجد الشعبي بالعراق فهل هي نهايته حيث يهدد الصراع الكامن بين فصائل حجد الاعتبات وأخرى موالية لإيران لتقسيم هيئة الحجد الشعبي وفي شأن المتصل أوضحت صحيفة أخبار الخليج البحريني اعتقال اثنين من أبرز قادة الفصائل الشيعية في العراق بموافقات من الحرس الثوري الإيراني وتتحدث الدوائر الأمنية العراقية عن مؤشر شقاقات بين الفصائل التي تتلقى تعليماتها من الحرس الثوري الإيراني أكدت صحيفة العرب اللندنية أن الغموضة يتزايد بشأن نوايا إيران للرد على مقتل محسن فخر زادة في العراق وتقول مصادر أن الصورة ليست واضحة بشأن ما إذا كانت إيران فعلا تريد فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الولايات المتحدة بعد فوز بايدن بالسباق الرئاسي قالت صحيفة الشرق الأوسط أن دخول قوات روسية إلى مدينة البوكمال السورية يفاقم التنافس مع إيران في سوريا وهذا الصراع هو الأشبه بحرب باردة يسعى كل طرف فيها للتفرد بالقرار قالت صحيفة الأيام البحرينية نقلا عن مستشار الأمن القومي لإدارة جو بايدن المنتخبة جيك سوليفان في أولى تصريحاته تجاه إيران إن أعدام الصحفي الإيراني روحال الزم يعد انتهاكا مروعا لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني وتوعد سوليفان بالوقوف مع الشركاء ضد انتهاكات إيران المروعة وفي تقرير لصحيفة الرؤية العمانية حصاد 2020 عام كورونا وخسارة ترامب ووصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية العام 2020 بأنه عام الأرقام بامتياز ووضعت صحيفة نيويورك تايمز الرسوم البيانية على صفحتها الأولى بثلاثة أضعاف المعدل الذي كانت عليه في العام 2019 ساعة عشر أما الآن فانقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من المقالات يكتب أسامة عثمان في العربي الجديد الانسحابات الأمريكية نجاح أم فشل ويرى الكاتب أنه من الواضح أن أمريكا تمر في مرحلة تخفيض سقف أهدافها وهذا ما حذر منه المؤرخ الأمريكي البارز بول كينيدي من أن التوسع الأمريكي الاستعماري يعرض القوة الاقتصادية الأولى للإرهاق تحت وطأة الإنفاق العسكري غير المحدود ويكتب سعيد الحمد في الأيام البحرينية الميليشيا المسلحة عبء مضاعف على إيران يقول الحمد وسط ظروف اقتصادية ضاغطة يمر بها النظام الإيراني أصبحت هذه الميليشيات عبءا ثقيلا على الميزانية الإيرانية وسببا في احتجاجات الشعب الإيراني الصامتة والناقمة على نظامه وتكتب بدور عدنان في البلاد البحرينية شروط واشنطن للعودة لالاتفاق النووي تقول الكاتبة من المتوقع أن طهران ستقوم بالتنازل حول البرنامج النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية وأن الاتفاق الجديد سيحرص على تقييد نفوذها في المنطقة أخيرا يتساءل زهير الحارثي في الشرق الأوسط حرب باردة جديدة أو تحالفات وقتية ويرى الحارثي أنه ليس هناك شيء ثابت في السياسة وإنما متغير وهذا ينسحب على طبيعة التحالفات اليوم لارتباطها بالمصالح أما المستقبل فسيعتمد على التحالفات والشراكات وتنسيق المواقف سيكون معنا مشاهدين في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل الدكتور نبيل لعتوم الباحث بالشأن الإيراني يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى حوار أسبوع الصحافة أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل لعتوم الباحث بالشأن الإيراني مرحبا بك دكتور نبيل إلى هذا الحوار يا مرحبا سيد أحسان لنبدأ أولا بانتفاض التشرين العراقية قنابل تستخدم ضد الحيوانات المفترسة تلقى على متظاهري سليمانية ويصف السياسي الكردي باستنفائق التظاهرات بأنها أشرس وأوسع تظاهرات عرفتها كردستان بسبب البطالة والتساع رقعة الفقر ويحذر أيضا من استخدام أجهزة الأمن العنف المفرد ضد الناشطين لماذا العنف المفرد ضد المتظاهرين والناشطين في تظاهرات العراق برأيك شكرا جزيلا لكم يعني لا شك أن التوصل بالعنف لمكافحة التظاهرات تندرج في إطار القمع لا يمكن قراءاتها إلا في هذا الإطار خاصة أن هناك خشة من اتساع رقعة الاحتجاجات في العراق وبالتالي هذا سوف يؤثر كثيرا نحن نتحدث اليوم عن أطراف إقليمية والدولية مستفيدة من إثارة العنف الفوضى في العراق وربما هذا يندرج في إطار مكاسرة الإرادات السياسية سوى بين المعارضة السياسية في الداخل والحكومة العراقية من ناحية من ناحية أخرى جزء كبير من هذه التظاهرات لا يندرج فقط للاحتجاج على مطالب معيشية هناك مطالب سياسية هناك ربب للنفوذ الخارجي داخل العراق خاصة الطرف الإيراني الذي يحاول دائما تسيس هذه التظاهرات بما ينسج مع السياسات الإيرانية الآن المتظاهرين خرجوا مرارا وتكرارا منددين بالتدخل الإيراني في العراق على سبيل المثال وبالتالي حاولت إيران توظيف هذه التظاهرات في محاولة دفع ميليشياتها وكلاء المتدين في العراق للدخول على هذه التظاهرات ومحاولة تخريبها من ناحية وتشويص صورتها من ناحية أخرى هذا عدا على أن إيران الآن كطرف مستفيد ربما من الاستقرار في العراق في هذه المرحلة ربما لا تريد أن تنقلب هذه المظاهرات خاصة من خلال التسويق أن جزء كبير من الاحتجاجات كان ضد الوجود الأمريكي في العراق على خلاف الواقع الذي يحاكي أكس ذلك تماما نعم هناك تسأل دكتور الانسحابات الأمريكية نجاح أم فشل بشأن هذا الموضوع يحذر المؤرخ الأمريكي الباريس بول كينيدي من أن التوسع الاستعماري الأمريكي يعرض القوة الاقتصادية الأولى للإرهاق تحت وطأة الانفاق العسكري غير المحدود إذا من سحبت أمريكا من منطقة الشرق الأوسط برأيك هل يعد ذلك نجاح لها أم فشل يعني ربما يمكن قراءة ذلك وفق الأمرين معنا هو نجاح للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية تخفيف النفقات ومحاولة ربما وضع القوات التحالف الدولي أمام مسؤوليات لأنه في ناحية المطاف أمن الطاقة وأمن الإقليم عموما كما أعلنت عن ذلك إدارة ترامب هي ليست مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أطراف إقليمية ودولية وبالتالي الولايات المتحدة كانت تحاول أن توظف هذه الورقة لابتزاز دول العالم لتحمل النفقات فيما يتعلق بالوجود الأمريكي خاصة في منطقة الخليج لكن ضمن سياق آخر يمكن قراءة ذلك وفق مسار اعتماد إيران على وكالها الموجودين أو على الدول المنطقة للحفاظ على الأمن الإقليمي وربما هذا قد يدفع باتجاه أو يفسر التطبيع العربي الإسرائيلي لسيما مع بعض دول المجلس التعاون الخليجي في هذا الأمر حتى تقول بريات المتحدة الأمريكي نحن الآن بعيدون عنكم 12 ألف ميل هناك حليف قوي تستطيعون الاعتماد عليه لابد من تعجيز ودفع العلاقات العربية الإسرائيلية نحو ربما تحالف أسكري لمواجهة الأخطار لا زيما النفوذ الإيراني المتعاظن في المنطقة انتشرت رواية للعبادي بشأن اغتيال سليماني والمهندس تثير جدلا في العراق ويقول حيدر العبادي أن بغداد كانت موافقة على تنفيذ طائرات أمريكية قصفا قرب مطار بغداد الدولي والذي أسفر عن مقتل سليماني والمهندس برأيك ما الذي جعل العبادي يصرح بهكذا تصريح في هذا الوقت بالذات يعني ربما هي محاولة لأني أسميه مكاسرة الإيرادات السياسية مع عدد من القوى السياسية التي تهمها الحكومة العراقية هي محاولة للظهور أو الشو الإعلامي من ناحية محاولة إحراج الحكومة العراقية وبعض الرموز الذين يشتركون مع العبادي وثياره دعني أسميه في الصراع والتنافس السياسي ويدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت تنفيذ أي عملية عسكرية في المنطقة هي ليست بحاجة لا بالضوء أخضر ولا إذن من أي دولة أو حكومة كانت لكن أنا أعتقد أن هذا يندرج في إطار الصراع السياسي في إطار ربما تحقيق مكاسب سياسية خاصة مع إيران التي روجت لذلك لإحراج الحكومة العراقية الحالية لسيما شخص رئيس الوزراء الكاذمي لكن أنا أعتقد أن هناك حد أو سقف معين من التصريحات للعبادي خاصة أنه كان منخرط في العملية السياسية لديه كثير من المساوي أو السلبيات أثناء وجوده في الحكم وبالتالي يمكن قراءة ذلك وفقاء محاولة رفع شعبيته خاصة لدى الأطراف الشيعية التي تتساوخ مع إيران والتي تشكل أيضا ركائز مهمة لأن نفوذ الإيران في العراق نعم دكتور أيضا أشارت العديد من الصحف العربية والعالمية إلى أن هناك بواد الانقسام في الحجد الشعبي بالعراق فهل تعتقد أن هذه هي نهاية الحجد الشعبي بالعراق؟ أعتقد أنه الآن الحجد يعاني كثير من المشاكل نحن هناك نتحدث ربما عن كارزما كانت توجه وكلاء إيران في العراق خاصة بعد غياب قاسم سليماني الذي كان له نفوذ واسع على هذه الميليشيات الآن تواجه عدد من الأخطار الميليشيات الحجد الشعبي على وجه العموم فيما يتعلق بربما سعي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال توجيه عدد من الضربات العسكري والأمنية للحجد خلال الفترات السابقة أضعف الحجد من ناحية ناحية الأخرى تساوق أيضا الحجد مع الرغبات الإيرانية ومع الأجندة الإيرانية أيضا أضعف الحجد لأنه وضعوا في مواجهة مع الشعب العراقي وليس فقط مع الحكومة العراقية الجانب الثالث هو السعي الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف إقليمية ودولية أيضا مستفيدة من الترويج لضرورة نزع سلاح الحجد الشعبي لأنه الآن نحن مقبلين على مرحلة سياسية جديدة الآن للأسف الشديد ربما شاهدنا عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت للمصالح العراقية واستهداف أيضا المصالح الدولين موجودة في العراق لسيما السفارة الأمريكية ربما هذا وضع للحكومة العراقية أمام مسؤولياتها وربما هذا قد يؤدي إلى مواجهة بين الجيش العراقي مستقبلا ومليشيات الحج الشعبي لهذا عدا على أن إيران تطمح إلى نقل مسؤولية الحدود خاصة ما بينها وبين العراق وما بينها وبين سوريا والعراق إلى الحج الشعبي عن طريق الترويج لقدراته والتفحيات التي قدمها لتحقيق عدد من الأهداف الأمنية والاستخبارية بالنسبة لإيران مثل تهريب السلاح إدخال المقاتلين من العراق وإلى سوريا وبالأكس وأيضا عملية التهريب المالي تهريب العملات الصعبة تهريب الذهب إلى إيران في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران أعتقد أنه ربما الأمور مرشحة للتصعيد مستقبلا سوى ما بين الحكومة العراقية من ناحية ومن بين مليشيات الحج الشعبي من ناحية أخرى وأيضا ما بين قوات التحالف لسلم الولايات المتحدة الأمريكية والحج الشعبي حتى أنه هناك معلومات استخبارية تؤكد أن إسرائيل قد قامت بعدد من العمليات الجوية ضد أيضا الحج الشعبي خلال الفترة السابقة وهذا تشكل رسالة واضحة ليس للحج الشعبي بل أيضا لإيران فيما يتعلق بشروط واشنطن للعودة للاتفاق النووي تشير الأنباء إلى أنه من المتوقع أن طهران ستقوم بالتنازل فيما الاتفاق الجديد سيحرص على تقييد نفوذها في المنطقة برأيك هل سينخفض النفوذ الإيراني في المنطقة وما الذي ينتظر أجندات إيران الإقليمي؟ هي فعليا الآن ضعفة إيران ونفوذها في المنطقة الآن هناك رغبة ليس فقط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بل دول الاتحاد الأوروبي كان هناك تصريحات لافتة لفرنسا وألمانيا وبريطانيا الحديث عن ضرورة تعديل الاتفاق النووي وأنه من المستحيل العودة إلى الاتفاق السابق وضرورة أيضا تعديل هذا الاتفاق ووفق مسارات عديدة أولا معالجة دور النفوذ الإيران المتعاظن في المنطقة عبر وكلاءه ومخالبه الموجودين عبر الحريق الإقليمي حيث اليوم نتحدث عن 46 ميليشيا موجودة في سوريا نتحدث عن 35 ميليشيا موجودة فيها العراق نتحدث أيضا عن ضرورة تعديل لما يتعلق بتقييد قدرات إيران في برنامج الصاروخ الباريسي لأنه لأول مرة في التاريخ نرى دولة تقوم بتزويد وكلاءها ومخالبها الموجودة في المنطقة هذه الترسانة الخطيرة هي زودة الحركة الحوثية التي قامت بتوجيه عدد من الضربات المملكة العربية السعودية ودد دولة الإمارات وستهدفت الأمن الإقليمي برماتها وأيضا حزب الله اللبناني كمثال على ذلك أيضا الجانب الثالث هناك ثغرات موجودة فيها الاتفاق النووي ربما قد تسمح لإيران بأسكرة برنامجها النووي وهذا ليس لمصلحة إقليمية ولا مصلحة دولية امتلاك إيران لهذه القوة النووية وبالتالي أنا بعتقد أنه ضرورة تعديل الاتفاق النووي عبر أيضا إشراك دول مجلس التعاون العربي والدول العربية في هذا الاتفاق لأنه في عدد إدارة أوباما في العام 2015 عندما تم إبراهما هذا الاتفاق لم يتم مشاورة الدول العربية بل على العكس من ذلك تماما قصرت الولايات المتحدة ملكي جودة على أبلاغ الدول العربية لسيمة الدول الخليجية بنتائج هذا الاتفاق وبالتالي من المؤمل ومن الضروري إشراك الدول العربية لسيمة الدول الخليجية في أي اتفاق أوية ترتبات مستقبلية مع الجانب الإيران وبالتالي هناك أنا بأعتقد ضرورة إقليمية ودولية لضرورة تعديل هذا الاتفاق وفق المسارات التي تحدثت عنها نعم هناك تقرير يتحدث عن دخول قوات روسية إلى مدينة البوكمال السورية وهو ما يفاقم التنافس مع إيران في سوريا وهذا الصراع هو الأشبه بحرب باردة يسعى كل طرف فيها للتفرد بالقرار لمن سيكون القرار في النهاية لروسيا أم لإيران أعتقد أنه في نهاية المطاف فيها لروسيا وأيضا هناك أطراف دولية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك تصريحات أمريكية لافتة عن ضرورة معالجة الأزمة السورية وفق المصالح الأمريكية أنا أعتقد أن هذه الحرب الباردة من ناحية ليست بين روسيا وإيران فقط بل أيضا بين إيران والدول الغربية من ناحية أخرى الجانب الثاني أنه هناك دعني أسميه بوادر للصراع الكبير الذي قد ينفجر إلى الآن في أي لحظة ما بين روسيا وإيران خاصة في ظل دعني أسميه الضربات الإسرائيلية المتتارية للنفوذ الإيراني والميليشيات إيران ولنخب إيرانية خاصة الحرس الثوري الإيراني وعدم تحرك روسيا للرد وكان هناك تصريحات لافتة لعلي لرجاني مستشار مرشد الثورة والرجل قوي في النظام عندما قال أنه هناك عمليات أمنية واستخباراتي وأسكرية تتم بالتعاون مع حلفاء لإيران وهنا يقصد أو أصدقاء لإيران في سوريا وهنا كان يقصد بشكل واضح روسيا على وجه التحديد أنا أعتقد أن الروس بدأوا يدركوا تماما أن السياسة الإيرانية وستراتيجية إيران في سوريا تضرب بمصالحها لابد من تسوية دولية لابد من عودة المهجرين لابد من تعويض وإعادة إعمار لسوريا لابد من خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا وعدم اتخاذ سوريا كقاعدة متقدمة لإيران سواء مواجهة مع الجانب الإسرائيلي أو الإثارة الأمن الإقليمي والعالمي وأن تصبح بورا للتوتر في المنطقة وبالتالي مسلحة روسيا هو في التهديئة في إيجاد تسوية وفي أيضا تقاسم المغانم مع عدد من الأطراف الدولية عبر إعادة مشروع إعادة إعمار في سوريا وهذا لا ينسجم مع السياسة أو الاستراتيجية الإيرانية التي تمارس سياسة التصعيد وتوظيف مدخل الأزمة السورية لتحقيق مصالحها وهذا لا ينسجم بأي شكل من الأشكال مع المصالح الروسية من ناحية هذا بالإضافة إلى استراتيجية إيران القائمة على خلق ميليشيات على غرار ميليشيات الحج الشعبي في سوريا وبالتالي هذا لا ينسجم مع استراتيجية روسيا في السيطرة والترتيب أوضاع الجيش السوري وفق المرحلة المستقبلية وبالتالي أنا أعتقد أن أمور مرشح للتصعيد ما بين الطرفين وأيضا ربما قد نشهد عمليات عسكرية جديدة ونوعية ضد الوجود الإيراني بضوء أخضر روسي خاصة من الجانب الإسرائيلي دكتور نبيد تساؤل يشير هل في العالم اليوم حرب باردة جديدة أم تحالفات وقتية وأنه ليس هناك شيء ثابت في السياسة وإنما متغير وهذا بطبيعة الحال ينسحب على طبيعة التحالفات اليوم وذلك لارتباطها بالمصالح إذن كيف سيكون شكل التحالفات الدولية والإقليمية في المستقبل أنا أعتقد أن التحالفات الإقليمية والدولية هي قائمة على أساس المصالح لأن في نهاية المطاف لا يوجد أدو دائم ولا صديق دائم هناك مصالح دائمة الآن العلاقات الدولية دائما تميل إلى المدرسة الواقعية ولا يوجد هناك مثالية في العلاقات الدولية المصالح الدول التي تقود سياساتها وهي التي تقود تحالفاتها أعتقد أن التحالفات الإقليمية القادمة سوف تقوم على عدد من المرتكزات المرتكز الأول هو ضرورة تصفية النفوذ الإيراني وتحجيم الدور الإيراني وجعل إيران تنكفئ داخل حدودها أيضا معالجة موضوع وكلاء إيران ومخالبها المودودة عبر الحريق الإقليمي الجانب الثالث التمييد لمرحلة ما بعد صفقة القرن والمشاريع الخاصة التي تتحدث عن تطبيع عربي إسرائيلي لأن في نهاية المطاف لا يمكن حديث عن مشاريع سواء في الطاقة وفي التنمية الاقتصادية وفي التنمية السياسية مع بقاء إيران وتوغلها في المنطقة وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن هناك مرحلة قادمة ربما قد نشهد خلال الفترة القليلة القادمة عمليات نوعية ضد إيران خاصة في الداخل الإيراني ربما ضرب المشروع النووي الإيراني بما ينسجم مع الترتيبات الإقليمية والدولية القادمة خصوصا التي تتحدث الآن عن ضرورة إحداث شيء من التسوية السياسية الشاملة في المنطقة بما ينبثق عنها تطبيع عربي إسرائيلي من ناحية أخرى وأيضا لا يمكن حديث عن أي مرحلة من مراحل الاستقرار في ظل التعنت الإيراني وفي ظل ودود مشروع إيراني متعاظم في المنطقة قد يؤدي إلى الإطاحة بمثل هذه المشاريع وبالتالي أنا أعتقد أنه المصالح الإقليمية والدولية لأن باتت تتقاطع في ضرورة التعامل مع الملف الإيراني على وجه التحديد ومحاولة تحجيم إيران وجعلها تنكفئ إلى الداخل نعم في ختام الحوار أشكرك دكتور نبيل الشكر جزيل لمشاركتك معنا شكرا جزيلا لكم مشاهدنا كان معنا الدكتور نبيل العتوم الباحث بالشيان الإيراني حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة